تقنية الفي ار او الفيديو اسستر فري للفار لكن في نفس الوقت تجاه له جزء مهم جدا ليه علاقة بالتقنية السماعات والحكم طلعه عشتك وقالك ما بتشتغلش وفيها مشكل كبير خلينا نكون بقى هنا اسكية مش كل اللي بيتقال بيبقى صح ومش كله بيبقى غلب بمعنى سماعات الفار دي قصة لازم الناس تفهمها تقنية الفار حاجة والسماعات حاجة ده ديل وده ديل فار بيجي بسماعاته عشان بس الناس بعارفهم فدي قصة واتفاق ودي قصة واتفاق اتحاد الكرة كان جاي بسماعات من الاول وعمل لها ديل بسيستم وبسوفت وير والفار كان حاجة فبالتالي مش راجبين على بعض ليهم قصة هتتعمل فحتى الحكام في السيستم والسماعات اللي كانت بايزة بقى شغالة ايا كان دي قصة وتشاور يروح فالحكم بيقوم ماسك خلاص اهو طالما راح هناك ومسك السماعات المعات اللي معامل شغالة ودي قصة فهو برضو مفيش حاجة بتتعمل مرة واحدة صح فانا كنت اعادت مع الكابت محمد فارل وكان قال لي احنا بنزبط موضوع السماعات وهو عرفني ان قصة السماعات دي حاجة وقصة الفار دي حاجة فخلاص دي قصة يعني سهلة بس كان صعب تبدأ المباريات بالفار وعندك مشكلة في السماعات مزبوط يعني طالما السماعات مش شغالة وعندك فيها مشكلة ولسه ما جبتهاش ما تبدأش الفار لغاية لما تيجي مزبوط بس هي بقى في حاجة برضو محمد ان انت كان لازم تبقى ملزم انك تبدأ بها الدور التاني دي حاجة الحاجة التانية دي تكلفة لوحدها قصة نص مليون جنيه بص الله اعلم بس اعتقد انه اكبر من كده لا ده سيستم كمان يعني هما هقولك على حاجة على الفار بعد شوية لكن انت بقى كنت ممكن تعمل تنسيق واحدة من سيستم السماعات اللي شغالة يكون موجودة جوه مع الفار تبقى انت عارف تتصرف فيها زي بص احنا بنركب اي حاجة بالظبط اه فاحنا كنا ممكن نصرف في النقطة دي خلاص انت بتشاور انت بتعمل انت بتقوله روح عند الفار ولما يروح هناك يمسك السماعات ويتقلب خلاص مش دي القز نبدأ بالمشاورة اه مفيش مشكلة الفار بقى الجمال فيه والتعاقد اللي انا شفته مع السيد عمر الجنيني اللي انت التلات سنين اللي انت بتعاقد عليهم اي جديد بيحصل على مستوى الفار في العالم بيتحدث عندك بتعمله اوبديت انت دفع فلوسه يعني انت مش واخد فكرة اللي هو الحدود بتاعة الفار اللي موجودة دلوقتي لا ده السنة الجاية مثلا لو السيستم شغال وفي اوبديت ونزلت تقنية معينة ونزلت تصوير معين وبشكل معين وبتاع لا ده داخلك اوتوماتيك في الاشتراك بتاع الشركة اللي انت بتعاقد معها اه اوكي اوبديت برضو بالزبط فدي حاجة كويسة جدا بصراحة عجبتني برضو لان انت برضو ممكن تاخد اختراع دلوقتي وانت عارف الدنيا بتتطور ازاي بعد سنة ممكن تتطور مرة مرة مفيش اسبوعين تلاتة ينزل فيرجان جديد ينزل اي حاجة تنزل اي حاجة فبالتالي تبقى انت عارف انت بتعملين طبعا وبالتالي هنا دي حاجة برضو تحسب للناس اللي شغال ببعين انا بدأنا ملف اتحاد الكرة طبعا خلاص الفترة الجاية بتقرب وممكن يكون في انتخابات